صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا ملعون فلو واحد لا يحتكر السلع ويضيق على الناس عيشها فيخفي السلع لغاية ما يرتفع سمنها ثم يعرضها فيبيع بالسمن الذي يريده هذا شخص داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما لا يرحم لا يرحم فهو ما رحمش احتياج الناس ما رحمش احتياج الناس وعشان كده بقى المحتكر ملعون ملعون يعني ايه ما ترود من الرحمة يعني ايه ما ترود من الرحمة لانه لم يرحم الناس والجزاء من جنس العمل ولم يرحم الخلق فازاهم في قوتهم ازاهم في حياتهم ازاهم في استقرارهم ازاهم في مجتمعهم ازاهم في عيشهم ورسول الله سلم علمنا ان الكلام عن الاحتياج العام اشد خطر من الاحتياج الايه الخاص لأنه هو لما واحد بيغلي سلعته في الشأن الخاص ما جاش عليه وقال له أنه هو ملعون لكن لما يحتكره والأمر يتعلق بالشأن العام وصفوا بأنه ملعون وعلى ذلك فهل لولي الأمر أنه هو يسعر السلع نعم وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية وخاصة في لما يكون فيه مشكلات في توفر السلع فهل له أن يفعل ذلك نعم